السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه يا ربكموا بخير في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله نستعرض مع بعض حل لمشكلة ان الفلاشة بتاعتك لما تيجي تحطها في جهاز الكمبيوتر وتيجي تحاول انك تفتحها تطلب منك ان انت تعمل فيروماد طبعا كده في مشكلة كبيرة ان البيانات اللي موجودة على الفلاشة هتروح منك ان شاء الله في الفيديو ده علمك ازاي تحل المشكلة دي بمنتهى البساطة لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي تابع معايا الفيديو لنهاية طيب المشكلة دي بتحصل ازاي حضرتك لما بتحط الفلاشة الخاصة بيك في قلب جهاز الكمبيوتر بتاعك اه دي الفلاشة الخاصة بيه زي ما حضرتك شايف كده اسمها كريم الحرف بتاعها اكس كلي بقى لكم الحرف بتاع الفلاشة بتاعك لان احنا هنحتاجه بعدين لما بنيجي نقف عليها اه ونعمل اه عملية اه فتح بتظهر الرسالة اللي حضرتك شايفها قدام حضرتك دي طيب الرسالة دي عبر عن ايه نوع بيطلب منك ان انت ازي كنت عايز تفتح الفلاشة هنعمل لك عملية فيروماية للفلاشة طبعا كده احنا هنخسر الملفات الخاصة بينا طيب هنحل الموضوع ده مع بعض ازاي تابع معي الفيديو الخطوة الاولانية اللي انا هعملها عشان نحل هذه المشكلة ان انا هضغط على اه مفتاح الويندوز مع حرف الار من لوحة المفاتيح الخاصة بيه هيظهر معانا بستورة دي اللي هي امر رن هنيجي في امر رن نكتب سي ام دي طبعا بعد ما يكون حضرتك حولت اللغة اه لوحة المفاتيح بتاعك للغة الانجليزية زي ما حضرتك شايف كده كتبت سي ام دي هضغط على كلمة موافق هيفضح معي السي ام دي في الوقت دهوت هروح رايح مرة تانية على جهاز الكمبيوتر بتاعي واشوف الحرف اللي مكتوب بيه الفلاشة زي ما حضرتك شايف كده الفلاشة واخدع حرف الاكس هتيجي تاخد الامر اللي هو اللي انا هتركه لك في صندوق الوصف زي ما حضرتك شايف كده هو عبارة عن شيك ديسك مسافة كتبت حرف الفلاشة اللي هو حرف الاكس حضرتك بقى تشوف الفلاشة بتاعتك بتاعتك واخده انيو حرف هتكتبه وبعد كده مسافة نوطتين وبعد كده مسافة شرطة ميلة حرف الار هاخد الامر ده هعمل له عملية نسخ واروح واقف في الـ CMD حط بس المؤشر بتاع الماوس واضغط جريك يمين هتلاقي الامر تم لسكو زي ما حراك شايف كده وبعد كتبت تضغط على انتر هيبدأ يعمل عملية اصلاح للملفات اللي موجودة على الفلاشة حضرتك الموضوع ده ممكن ياخد وقت حسب حجم الملفات اللي موجودة على الفلاشة الخاصة بك زي ما حراك شايف كده بدأت عملية العد تمام هروح رايح مرة تانية على اللي هو الجهاز اه كمبيوتر بتاعي تمام كده هوت هتلاقي ان الفلاشة الخاصة بك اه اصبحت المساح بتاعتها مش مارية ما تقلاش حضرتك كل الموضوع هيخلص وينتهي ومجرد مع عملية الاصلاح تتم كل اللي مطلوب من حضرتك دواتي ان انت تنتظر لما العملية دي تتم بنجاح ما تستعجلش هركها تشوف الوقت اللي هي تستغرقه اه حسب حجم الملفات اللي انت كنت حضرتها على الفلاشة اه هتنتظر لما العملية تنتهي بنجاح اه تلاقي الفلاشة بتاعتك بتفتح بمطالبساطة طبعا انا هوقف الفيديو لحين انتهاء هذه العملية عشان اطولش عليك وافتحه مرة تانية لحضرتك اه عند الانتهاء ووري لحضرتك ان الفلاشة اصبحت بتعمل بكفاءة ونجاح تابع معايا الفيديو زي ما حضرتك شايف كده اه تم الانتهاء بين فحص الفلاشة واصلاح الملفات اللي كانت موجودة عليها وزي ما حضرتك شايف كده اه ظهر ليا في الاخر ان اه ما فيش اي باد سكتور في قلب الفلاشة كل اللي انت تعمله ان انت تنتظر لما عملية الفحص تنتهي ما تحاولش ان انت تستعجل او ان انت تقفل جهاز الكمبيوتر او ان انت تلغي الامر اه الموضوع بالنسبالي الفلاشة حوالي ستتاشر جيجا استغرق عملية فحصها واصلاحها حوالي عشر اه ده موضوع مش كبير بعد الانتهاء من الاصلاح نروح رايحين مرة تانية على الفلاشة الخاصة بنا نفتح اه جهاز الكمبيوتر بتاعنا ونروح رايحين على الفلاشة هنلاقي المساحة بتاعتها تم قريتها بالكامل ابدأ افتح الفلاشة ونشوف زي ما حرب شايف كده رسالة الخطأ اللي كانت بتظهر اه اختفت اه الفلاشة تفتحت ما بتطلبش مني عمل فرومات تم اصلاحها بنجاح طبعا اه بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد ما تنساش طبعا ان انت هتدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته